صباح الخير. هنكمل النهاردة برضو بيولوجيكال ميوكيول ده اخر فيديو فيها. هنتكلم برضو عن حاجة العلاقة بالانزايمز بس حاجة شوية اسمها اموبلايز انزايم. اي يعني ايه اموبلايز انزايم? هو انزايم والله انا جبت مسلا التيشو ده في الجسم بيطلع الانزايم ده او السلس دي هي اللي بتكون الانزايمز دي. اقوم انا جايبة تخلي السل او التيشو ده يطلع الانزايم. اقوم بجمع الانزايمز كده اقوم بجمع نستخدمها في حاجات صناعية وحاجات علاجية. اعمل بها حاجات في الادوية وحاجات في الصناع وكده عشان نستفيد بها بل. ده شكل الانزايم. الانزايم هو المقطة الحامرة دي. والحاجة الاصفر ده هو دي المادة اللي بيشبكه عليها الانزايم زي مسلا عارفين الجيليكولا اللي بيعليها سكر نفس الحاجة. ايه كده جيليكولا دي ملزوق عليها السكر اللي هو ممكن نعتبره الانزايم. ليه احنا بنعمل كده عشان بس نجمع نجيب حاجة صغيرة مجمعين فيها كمية انزايمز كتيرة عشان ما يبقاش انزايمز السايبة كده مننا مسلا هنجمعها ازاي لأ نقوم جايبين مادة نلزق عليها الانزايمز دي عشان يبقى عندنا كده يعني او حاجة اه جهاز مسلا متجمع فيه انزايم على بعض ومتزبط او 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 علبة مسلا فيها انزايمز او شريط ملزوق علي الانزايمز كده عشان نعرف نستخدمها مش اقدر طيب ايه الاستخدامات الايموبولايز انزايم ده هنستخدمه في ثلاث حاجات او مش في ثلاث حاجات بس يعني فيه ثلاث امثلة ممكن نتكلم عليها لو فيه منكم يعرف حاجة اسمها فيه ناس بتتضايق من اللبن ما بتعرفش تهدمه كويس ده بيبقى بسبب ان اللاكتوز اللي هو النوع الكاربوهيدريت اللي موجود في اللبن ده المفروض ان فيه انزايم اسمه لكتيز بيكسروا جوا الجسم عشان يعرف يهدمه فيه ناس بقى ما عندهمش اللاكتيز ده فاللبن تلاقيه بقى دايقهم جاب لهم دايرية وجعلهم بطنهم فيه ناس بقى بتوصل بقى الليفلز اعلى بقى يبدأ اطلع لهم حاجات في لدهم وكبه فاللاكتيز ده هو اللي بيكسرنا اللاكتوز لجلوكوز وجالكتوز طب الناس اللي ما عندهاش لكتيز دي مش هنشربها لبن طب ما اللبن فيه فوايا كتير اوي احنا محتاجينها لأ نعمل لهم بمعنى ايه بمعنى ان احنا بتجيب كوباية مسلا او طبعا بيبقى جهزة كبيرة بس سي مسلا كوباية وحطين فيها اللاكتيز انزايم ده والكوباية دي مخرومة من تحت لكوب فيها اللبن من فوق اللبن يعدي على الانزايم الانزايم ياخد كل اللاكتوز اللي يكسروا الجلوكوز وجالكتوز وينزل اللبن من تحت الكوباية مفوش لاكتوز خالص كل اللاكتوز اللي فيه تكسر فييجي البني ادم ده يشرب اللبن يستفيد منه من كل حاجة وما يلاقيش فيه لاكتوز وجسمه ما يدايقش منه ده فكرة او فيه صورة دي كده ممكن توضح لوكو اكتر الطريقة دي مش خالص وعشان كده فيه كتير قوي في الدنيا يعني حاجة تانية اه بنستخدمها ان احنا بنعمل للفود او اللي هو بقى ايه احنا الحاجات اللي احنا عصائر بنشربها والبنبنيات والحاجات دي اللي كلها سكريات وكده بيستخدموا فيها الحاجة دي فيه انزيم اسمه بيكسر الساكروز او الساكروز لجلوكوز وفراكتوز فهم بيجيبوا الانزيم ده يعملوا منه الانفرتيز ده بيعملوا منه ويحطوه اه في المواد عشان تبقى مسكرة عشان انت لو حطيته وكسرت الساكروز لجلوكوز وفراكتوز فايبقى اصل الجلوكوز وفراكتوز ده مثلا الفراكتوز ده هو اللي موجود في الفكهة والفكهة مسكرة فانت عايز الطعم المسكر ده يبقى جاهز كده موجود في الاكل يعني فده بيعملوه بيستخدموه علشان يخلوه الحاجات امام سكر تالت حاجة تستان جلوكوز في البلد وفي اليورن احنا ازاي بنعمل تستان جلوكوز في البلد وفي اليورن مسلا دلوقتي احنا التست ده بيعتمد على اول واحد هو حاجة اسمها جلوكوز اوكسديز اولا احنا ليه افصلا عايزين نعمل كده يعني ده الناس اللي عندهم السكر مسلا ان عايزين نشوف السكر في بلد تاعهم على قليل ولا عائل ولا اي وفي اليورن برضو الناس اللي عندهم سكر اليورن بيبقى بيبقى فيه سكر فعايزين نشوف هو كميته كبيرة قليلة والاصل موجود ولا مش موجود فاحنا اول انزام عندنا في التاس ده اسمه جلوكوز اوكسديز ده بيحول لنا الجلوكوز لو موجود احنا بنجيب البلد كده مش عارفين هو يطارة فيه جلوكوز ولا انفوز جلوكوز لهم حاطين عليه المادة اللي فيها الانزام دي ولو موجوده جلوكوز الكلام اللي انا هقول ده هيحصل لو مش موجود يبقى كلام ده كله مش هيحصل فلو موجود والله يعني الانزام هو الانزام لا اجلوكوز هيسيب ولا مش هيسيب وهيقوم مكسروا الحاقتين حاجة اسمها جلوكوز مش هنستفيد منها وحاجة اسمها هايدروجين بيروكسايد طيب الانزام التاني يعني استخدمه في التاس حاجة اسمها هايدروجين بيروكسيديز يعني بيروكسيديز حاجة اخرها ايه زيبقى هو بيكسر المادة دي فالهايدروجين بيروكسيديز بيكسر الهايدروجين بيروكسايد اللي طالع منه الجلوكوز فهيخللنا المادة اللي احنا حطناها بدل مكانة مليهاش لون هيحولها لكالورد ساي مسلا انا شرفها بيبقى بيتحاول للون ايه بس مسلا لو هو بتحاول لون الازرق فهو الاول كان شفاف بعدين لما حطنا عليه الامبولايز انزيم ده المادة تحولت لازرق ليه علشان هو لقى جولوكوز وتكسر وطلع هيدروجين بيروكسايد اللي تكسر بهايدروجين بيروكسيديز وطلع لنا مادة متلونة اا 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 وكل ما اللون غماء كل ما ده معنا ان في جلوكوز اكتر لكن ساي مسلا والله لا البلد او اليورين ده مفهوش اا مفهوش جلوكوز فلا والله ولا اي حاجة من دي هتحصل اا لا الجلوكوز اللي هو مش موجود هيتكسر ولا في اي حاجة هتحصل بس لو موجود يبقى كل الكلام ده هيحصل الصورتين دول ده بتاع اللاكتوز فري ملك اهو الماشين دي او الحاجة دي جواها اللاكتاز الملك هنا هيعدي فيه لكتوز هيخرج هنا من غري اللاكتوز وهيضل عنا لاكتوز فري ملك وهنا ده بتاع الجلوكوز الموجود في اليورين وفي البلد والكلام ده الالوان تدي جريز دي كلها بتقول لنا كمية لو اللون ده طلع يبقى كمية الجلوكوز قد ايه لو اللون ده طلع يبقى كمية الجلوكوز قد ايه يبقى كوباية فيها اليورين مسلا بنحط فيها الستريب دي ولحسب التلونة قد ايه ده معنا ان هو فيه جلوكوز او مفيش الجلوكوز الابيض ده طبعا معنا ان فيش ايه حاجة ايه هنتكلم دلاتي عن مزايا هما ليه اصلا بيستخدموه ما خلاص بقى ما يسيبو كل حد ايه يعني ليه ليه هليه هنحتاج نعمل كل الدوشة دي عشان نطلع مسلا هنستفيد ايه يعني فيهم كزا ميزة اول حاجة ان دي عشان هي تعتبر برضو فيها شوية ان هي متصنعة برضو شوية فبيخلوه تتصنع بطريقة تبقى للهي تنبريتش انت لو يعني لو مسلا الانزام ده في الطبيع مسلا بيتكسر عن تمانية وتلاتين درجة انت لقى هيخليه يستحمل لحد مسلا اربعين درجة لقى هيخليه يستحمل وبردو مور رزيستنط للبي اتش اه اه تشينجز فبردو هيخليه ايه اه بيستحمل تغيرات البي اتش يعني لو مسلا فيه احتمالية ان الانزام اللي في الجسم ده وهو موجود في الجسم يتكسر في التفاعل فهم لما بياخدوه بيحطوه بره وبيخلوه اقوى فبيبقى احتمالية اقل بكتير ان هو يتكسر في التفاعل ويبقى اه غير كده احنا بنطلع مثلا الملك اللي احنا طلعناه الاكتوز فري ملك ده احنا مطلعينه اه نضيف وما فوش لاكتاز احنا احنا خلينا يعني الانزام ده مش بنحطه جوه المادة وبندلهم مسلا مش بنجيب كوباية فيها لبن ونحط فيها لاكتاز ونديه الرجل يشربها لأ احنا بنديله لبن نضيف من غير الانزام عشان برق عشان محصلش اي بقى مشاكل وعشان انزامز ما 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 تبقاش كده عالطادي يعني فالاموبلايزد فكرة ان هو الانزام شابك على حاجة ده ده هو ده اللي بيخليه ان البرودكت يطلع بعدين ان هو تقدر تستخدمه كتير يعني خلاص انت الانزام ده ما بيبصش انت بتبضل تستخدمه تستخدمه لحد ما خلاص اخر حاجة ان ان زي ما قلنا في الانزامز حتى العادية بتاعت الجسم ان وجود الانزامز بيزود فكرة ان البرودكت تبقى كتير عشان هو انزامز قليلة بيجيبوا لنا بروودكت كتير ده نفس الكلام بس على سكيل اكبر بقى كمان يعني عشان بقى دي هبقى انت مش جسم انساني انت مصانع وحاجات كده فالبرودكت تبقى اكتر بكتير بكتير فدي كلها هيرقد بانش بتاعت الاموبلايزد انزامز وبس كده معيش طولت عليكو في الفيديو ده ولو حد عنده اسئلة يقولي وشكرا اشتركوا في القناة